هل يترك المرء خليله وأهله من أجل بقعة أرض تغيرت ملامحها بسبب دمار الحرب؟ نعم فهذا الرجل المسيحي ترك زوجته وأولاده في أربيل منذ بدء عمليات التحرير ليعود إلى ما تعرف بحوش الخان صاحبة الكنائس في قلب المدينة القديمة التي ولد فيها قبل ستين عاما ويأبى أن يفارقها لولا الظروف التي أجبرته على ذلك المنطقة القديمة هذه مكان مولدي فأول من تحررت الموصل كنت في برداد عندي مصطحة عفتها وجرع الموصل في أسبيل أشوف أصدقائي وجماعتي المنطقة القديمة عاشوا بيها أجدادنا وهاي البيوت كلها ما المسيحيين بس حاليا هاي كلها بيوت للوقف من كنيسة أربعون عاما يمتهن العام سعد الله مهنة التصوير الفوتوغرافية حتى لقب بالرسامة ومنذ أن سكن هنا بدأ يوثق ما جرى لدور وممتلكات المسيحيين القديمة من دمار وخراب أنا صاغ لي أربعين سنة ليونها أصور أنا شغلتي تجوالي أن يأخذ مكانات كثيرة ساعة ستة أطلع على المدارس أصور وعلى الكليات والعصر قاعات بالليل إلى قاعات المسيحيين جماعتنا وهذا منوال خمسطعش سنة ضبط أنه ما نايم يستأنس سعد في وحدته مع جيرانه المسلمين الذين استذكروا الدور الإنساني الذي قام به مسيحي الموصل للنهوض بالمدينة والذين دعوا المسيحيين للعودة وإنهاء النزوح ونتمنى أن يرجعون وناس مسالمين وإحنا وياهم مثل ما يقول بيت الواحد ماكو مسيحي المسلم طبخنا طبخهم كل سوى ماكو تفلقة على عدد أصابع اليد هي نسبة العوائل التي عادت إلى المنطقة القديمة نتيجة قلة الاهتمام الحكومية بملف العودة والتصدع المجتمعية الذي أحدثته ممارسات داعش ولأنهم أول من ساهم في بناء حضارة هذه الأرض لذا فهم سرون على البقاء والتشبث بها رغم التحديات التي واجهتهم وما زالت تواجههم على اختلاف أسبابها من الموصل القديم هيتم أحمد الحرة